موسيقى احدى الاشياء الخطيرة حقيقة سابقا بالسفور ما كان او كان قليل هاي القنوات المفسدة كما ينقلون ما كانت هذه الوسائل الجديدة ما كانت رجل ما شايف امرأة ثانية حتى الان اكو رجال ما يطالعون في وجه امرأة ثانية حلالا كان او حراما بس نفرض انه المرأة النظر اليها حلال في ضمن ظروف معينة مثلا فقط وجهه طالع ما علي زينة ماكو خوف الفتنة ماكو خوف اللذة اي احتمال ماكو بعض الفقهاء يقولون مع كل هذه الشروط اذا زينة ماكو في الوجه اطلاقا اذا الفتنة ماكو ماكو ناظر ينظر بلذة ماكو ناظر ينظر بشهوة قائلين بعض الفقهاء ان الكشف الوجه بهذا المقدار مع كل هذه الشروط ما بي اشفا الى الان اكو بعض الرجال المقيدين ان لا ينظروا مقيدون ان لا ينظروا الى وجه امرأة اجنبية الى الان حتى في البلاد الاجنبية المنقول بعض الشباب انا اعرفهم كانوا هنا في هذا البلاد ابدا ما ينظر اطلاق الرجل ما شايف امرأة ثانية ما شايف هذه الافلام المرأة اللي عنده ينظر اليها وكأنها المرأة الوحيدة في حياته اما هذه الوسائل الجديدة هذا شي خطر الرجل عندما ينظر على الشاشة الى امرأة اجمل من زوجته بعد ميت ما كان يعيشوا يهاي الزوجة يعني نفسيا اصلا يبتعد عن هذه الزوجة الزوجات ما لازم يسمحون لازواجهم ان يطالعوا هذه الافلام وهذه المشاهد الرجال ما لازم يسمحون لزوجاتهم ان يطالعوا هذه المشاهد لان هذا يخرب الرجل على المرأة ويخرب المرأة على الرجل هو واحد عندما شايف شي اجمل اذا ايمانه ضعيف اذا ارادته ضعيفة بعد يكره هذا الواقع هاي عمليات الطلاق اللي الان متداولة نقل لأحد الاخوة ان الثلث عمليات الزواج تنتهي الى الطلاق يعني من كل ثلاثة واحد يطلق زوجته ليش هذا الطلاق ليش في ابائنا ما كان الطلاق الا بمقدار نادر ويشوف امرأة ثانية يشوف احلى من زوجته بعد لا يحب العيش مع هذه الزوجة ليش واحد يروح في هذه الخطوط هذه الاشياء مو فقط للآخرة مضرة المرأة سابقا كانت الرجل في حياتها كل شيء وجميل في نظرها لان ما شايفة واحد ثاني الرجل كانت المرأة كل شيء في حياتها ها الآن لا اصلا العلاقات العائلية باردة مفككة لا الرجل يحترم المرأة ولا المرأة تحترم الرجل لا الرجل يحب المرأة ولا المرأة تحب الرجل هذا من آثار هذا المنهج الماد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر